صوت اليمين القومي في تركيا في مزاد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يقف تحالف الاجداد بمرشحه في الجولة الاولى سينان اوغان وداعمه اوميت اوزداغ على مفترق دعم احد طرفي المواجهة النهائية اما اردوغان او كيلشدار اوغلو وجهان لمصلحة واحدة عنوانها التموقع في مصاري المرحلة القادمة بعيدا عن اي تغطية اعلامية استقبل اردوغان منافسه السابق سينان اوغان في قصر دولما بهجت في اسطنبول الرئيس التركي قال في مقابلة سابقة على قناة سيانان بانه غير مستعد للمساومة لكن سينان ابدا في جواب لنيويورك تايمز الامريكية رغبته في ان يصبح نائبا للرئيس يحدث ذلك بينما كان حليفه زعيم حزب النصر اوميت اوزداغ في حضرة مرشح المعاربة كمالكشدار اوغلو لبحث خياراته طرحنا بعض الاسئلة على زعيم حزب الشعب الجمهوري وتلقينا اجابات مفصلة سنقوم باجراء تقييمنا وفق الردود التي تلقينها يسعى مرشح المعارضة للحصول على تأييد تحالف الاجداد من اجل تحسين حضوظه في جولة الاعادة لكنه يواجه صعوبة في الجمع بين اصوات الكتلة الكردية التي دعمته في الجولة الاولى وبين اصوات القوميين اليمينيين الذين ينتمي اليهم اوغان واوزداغ في المقابل يواجه اردوغان صعوبة في التجاوب مع شروط اليمين المتشدد خصوصا في ملفات الاقتصاد والهجرة رغم ذلك على المرشحين حسب مسألة استقطاب وعاء القوميين بشكل عاجل تزامنا مع عودة المصوتين في الخارج الى صناديق الاقتراع ترجمة نانسي قنقر